الدم الغير مؤكسج بعد ما يدفعوا القلب للرقة علشان يحصلوا عملية تبادل الغازات والعناصر داخل الألف يولاي بيرجع بعد كده الدم مؤكسج للقلب عن طريق الأوردة الرقوية بالموناري فينز واللي بتبدأ في صورة شعاعية شعاعات دموية صغيرة بتحيط بالألف يولاي وتتجمع الشعاعات الدموية مع بعضها فتكون فينيولز وتتحت بعد كده الفنيولز مع بعضها علشان تكون فينز وهكذا لحد ما يتكون لنا البالموناري فينز بحيث يخرج فرعين بس من كل رقة متجهين للأزين الأيسر اللي هو أول فرع معنا هو الوريد الراوي العلوي الأيمن رايت سوبريور بالموناري فين وده بيني للدم من الفص العلوي والمتوسط للرقاة اليمنة أبر أنت ميدل لوبس أوف زرايت لانج والفرع الثاني هو الوريد الراوي السفلي الأيمن رايت انفيريور بالموناري فين وده بينقل الدم من الفص السفلي للرقاة اليمنة lower loop of the right lung والي اتنين بيمروا من الرقاة اليمنة للأزين الأيسر من قدام وتحت الشريان الراوي الأيمن وخلف الوريد الأجواف العلوي يعني موجود فوقهم ووراهم الرايت بالموناري آرتري وموجود قدامهم السوبرير فين كيف وفي الرقاة اليسرى بيطلع منها وريد من كل فص وريد رقاوي علوي أيصر left superior pulmonary vein بينقل الدم من الفص العلوي للرقاة اليسرى upper loop of the left lung ووريد رقاوي سفلي أيصر left inferior pulmonary vein بينقل الدم من الفص السفلي للرقاة اليسرى lower loop of the left lung واللي بيميز مكان الأوريد الرقاوية عن الشريان الرقاوية عند نقطة دخولهم الرئة الي هي high limb of the lung هو وجود الأوريد الرقاوية قدامه تحت الشريان الرقاوية رابط تحميل البيدف الخاص بالفيديو هسيبه فصف الفيديو وياريت تحملوه علشان تبقى لفادة أكبر وكنوع من أنواع دعم القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر